هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان مما أسفر عن سقوط قتلى كما أصيب عدد من قوات اليونيفل هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إذا التقارير التي تفيد بإطلاق النار للقوات الإسرائيلية على مواقع اليونيفل دائرة الصراع بين حزب الله وإسرائيل تتسع حيث تتواصل غارات الاحتلال على الجنوب اللبناني والعاصمة دون توقف منذ عام تساقط على إثرها عدد كبير من قادة حزب الله على رأسهم أمينه العام كما استهدفت خليفته هاشم صفي الدين وفي أحدث الضربات الإسرائيلية نجى قيادي بحزب الله من محاولة اغتيال تسببت في مقتل وإصابة عدة أشخاص في وسط بيروت وفي جنوب البلاد أصيب عدد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إثر إطلاق دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في المقر الرئيسي للقوة في رأس الناقورة مما دفع الأمم المتحدة للتحذير بتزايد الخطر على أفرادها البيت الأبيض من جانبه أعلن أن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إذا التقارير التي تفيد بإطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع لليونيفيل ورغم الضربات الإسرائيلية المتتالية قال المتحدث باسم اليونيفيل إن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها على الرغم من الهجمات الإسرائيلية وأوامر الجيش الإسرائيلي بالمغادرة وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تطورات كبيرة إذ قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب البلاد وسهل البقاع مما أصفر عن مقتل كثير من كبار قادة حزب الله الضربات الإسرائيلية أصابت أحد الأحياء التي تعيجوا بالمباني السكنية والمتاجر في قلب بيروت ولم تصدر إسرائيل تحذيرات بالإخلاء قبل الضربات وتواصل ضرباتها على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تتعرض مقار لحزب الله لقصف متكرر وتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر 2023 تضامنا مع حركة حماس لكن واترة القتال شهدت تصاعدا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية في ظل تكثيف إسرائيل هجماتها وتنفيذ عمليات تواغل برية على طول الحدود الجبلية بين إسرائيل ولبنان ترجمة نانسي قنقر